قاعدة متغيرة يا شادي في كل الظروف هي وجهة نظر ما هي أي من ده كان اللوايح متغيرة مش شفت موضوع الشيناوي لا الشيناوي دي قصة تانية بقى ما دي لوايح متغيرة ولا لا يا مش لوايح عشان تبا متغيرة مفيش حاجة خارج ليس راي علاقة باللوايح وهو لفسه المهندس مجاهد أحد مجاهد مطلع صياخته في التقليل مش مفهومة وكتير حاول يفهمه والصياغة دي راحة فين وأنا حتى وصلت مع توصياغة غير مفهومة طبعا ليه أنا نزلت عشان عشان ايه عشان النادي الأهلي يشارك في كاس العالم الأندية أو بيشارك فلازم الحارس يبقى مارسة الأداء عشان يبقى داخل طب حلو هو مش ليفربول ده فريق مدعي في كاس العالم طبعا الاتحاد الإنجليزي رفض يأجل له مطش ليه وخلي يلعب قدام أستون فيلا وخسر في كاس الاتحاد أعتقد الإنجليزي عشان عاوز يروح يلعب قالوا لا تلعب في كاس العالم لا تلعب دي بالأسيق فراح لعب كاس العالم ولعب الشباب هنا وخسر طب نشمع هنا في الدولة الإنجليزية مش اختياري هنا لجنة المحترفين اللي بتدير فيه لوائح بالطبع على أي حال الله هي موجودة لوائح هو مكانت أربعة هو أم حمد الشناو أخطأ ولا لا ده السؤال المهم المصر قالت أخطأ حلو لا الكاميرا الكاميرا سيبك مني ومنك طبعا قالت ايه أخطأ خلاص الحكم ذكر ولا لا ما ذكرش التاريخ لا ذكر أنه هناك مشدة حدة هو ذكر ولا أذكره لا هو بيقول أنه ذكر عمي ليش دعه بقى أذكره ولا أذكرهوش طبعا فحتى لو تم إنه قال له اكتب هذا الأمر وكتب فأصبح هو اللي كاتب طبعا يعني ما فيش دليل ما فيش دليل أنا قلت له اكتب فطالما فيه كتابة يبقى فيه قرار عبونا على الكتابة اللي بالنوع إذن أنا بقى أروح لاجلة الحكام أصله كان لازم يطرده يعني هو عمل غلطة هو طرد دلو إنذار تاني ودلو طرد فبتالي تقف مباراة فيقوم أنا عملها عشان الايه الجزء الفني ده مش مفهومة التعارف الصحي كان ايه انه يقول مبارتين لأنه طبيعي جدا زي محمود ودي كان 8 و 4 50% امتى مش دلوقتي وهو دلوقتي خلاص محمود ودي 8 و 4 بعد ما عمل الشناو عشان الشناو يا أحمد إن الكرة المصرية لم لم يكن فيها عدالة ولن يكون فيها عدالة ولكن أي أن كان مديري الكرة المصرية أو منظوم الكرة المصرية لكن سيكون هناك توازنات لأنه اتحاد الكرة مطيئة للخناء والجمهور ممكن يعني يعملوا ملاكمة كيس ملاكمة صحيح أي أن كان نوع زملكاوي أهلاوي أي كيس ملاكمة فهو بيعمل حالة من التوازن ما بين الكيس عشان الكيس ملاكمة ما يتعورش جميع ما هو التوازن ده أشهد اللي إحنا عشين فيه عشرة السنين اللي فاتت وهن تريني عشين فيه شوي يتشل إمتى لو طبق بالفعل موضوع لجنة الأندية أوه لو طبق هي اتعاملت بس ما كانتش مفاعلة لا ما تمش انتخابها وقاله هيتموها مع السنة الجديدة أوه تمام السنة الجديدة نفسها تبدأ إمتى وبعدين الطبيعي إنك تعرف هو المسابأ تبدأ إمتى وتنتهي إمتى قل إنت الدورة إمتى على كلامهم كلام مين ما فيه كذا كلام يعني مازل مرزوق قال حاجة طبعا المهندس مجاهد قال حاجة يوم الدية بيقوله حاجات تانية يعني هو يقول الظروف والمتغيرات هتقول الحاجة الرابعة الأكيدة أصلا لها في الغالب هتبقى في تسعة بالزبط وتبدأ الدورة من جديد في عشرة وهكذا تانيك بقيت زمان كنا بنتكلمة على أن اللعيب أبتوع لأفريقيا ما كانوا بيقابلوا الأهل والزمالك كانوا منهم بيبدأوا الموسم بتاعهم في آخر 11 في بيكون جاهزين أكتر وإحنا مش عارف إيه وحاجات تفاصيلية كده كان بنيتقال بالزبط هو إحنا بنتحول الحكاية دي إن إحنا بنبدأ الدورة بقى في شهر 10 و11 وإحنا بدأنا الدورة الحالي يوم 6 يوم 11 12 صحيح لعيبنا كان يسبوع 11 أسبوع في شهر وحدة